السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد الوحدة الثانية الدرس الثاني الاستعداد للرحلة وهذا كتاب الصرف معهد تعليم اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن صعود الإسلامية الكلمات الجديدة بنات ثياب قعد يقعد المصطلحات الجديدة والكلمات الجديدة يعني الكلمات الجديدة في اللغة العربية أما المصطلحات الجديدة معناها معنى هذه الكلمات في علم الصرف فالكلمات الجديدة معناها في اللغة العربية والمصطلحات الجديدة معنى الكلمات في الصرف وفي آخر الكتاب معجم يشرح الكلمات الجديدة ويشرح أيضا المصطلحات الجديدة فالمصطلحات الجديدة ألف المثنى التاء الساكنة أو تاء التأنيث الساكنة الجمع الضمائر الضمائر المتصلة الضمير الغائب الفاعل المؤنث المذكر المثنى مفرد نون النسوة واو الجماعة مستتر هذه مصطلحات في علم الصرف أحب الأب أن يأخذ أسرته في رحلة إلى خارج المدينة استعد الجميع للسفر وقبل أن تسير السيارة بالأسرة قال الأب يا خالد أين وضعت الصابون خالد وضعت الصابون في هذا الصندوق الأب وأين ذهب أحمد وعبد الله ومحمد خالد ذهبوا إلى السوق لشراء الخبز الأب يا آمنة هل أخذت ثيابا أخرى للبنات آمنة نعم يا أبي الأب وأين وضعتن طعام الرحلة الأم وضعنا الطعام في الصندوق ولكن أين بنات الصغيرات الأب قعدنا في السيارة الأم وسعاد هل ركبت معهن الأب سعاد ونائلة خرجت الآن من بوابة المنزل نحو السيارة الأم الحمد لله أحمد وعبد الله وصلا وخلفهما محمد الأب وصلتما في الوقت المناسب وبعد أن ركب الجميع في السيارة خالد هل تركتم شيئا في المنزل الأم لا ما تركنا شيئا آمنة تركنا شيئا واحدا الأم وما هو آمنة صندوق الطعام يا أمي يضحكون جميعا وهذه أسئلة الاستيعاب على الحوار أين ذهب أحمد وعبد الله ماذا فعلت سعاد ونائلة ماذا فعل الأولاد وهذا الدرس يشرح الفعل الماضي مع ضمائر الفاعل أنا وضعت نحن وضعنا أنت وضعت أنت أخذت أنتما وصلتما أنتم تركتم أنتن وضعتن هو وصل هي ركبت هما وصل هما للمؤنث خرجتا هم ذهبوا هن قعدنا تصريف الفعل الماضي مع ضمائر الفاعل وهذه القاعدة ضمائر الفاعل المتصلة هي للمتكلم التاء كتبت نا كتبنا للمخاطب التاء المفتوحة كتبت والتاء المكسورة كتبتي وتما التاء كتبتما وتم كتبتم وتن كتبتن للغائب ضمير المفرد المذكر الغائب مستتر تقديره هو وهو فاعل وهو فاعل الفعل كتب لا ضمير ظاهر هنا كتب هو ضمير المفردة المؤنثة الغائبة مستتر تقديره هي وهو فاعل وهو فاعل الفعل كتبت والتاء الساكنة علامة التأنيث هو كتب وهي كتبت كتبت هي هذه التاء ليست ضميرا بل هي علامة التأنيث حرف أما الضمير فهو غائب تقديره هو ألف المثنى مثل كتب في المذكر وكتبت في المؤنث واو الجماعة مثل كتب وهي للمذكر نون النسوة مثل كتبنا وهي للمؤنث فهذه الألف فهذه الألف كتبت هذه ألف مثنى وهذه الواو هي واو الجماعة أما هذه الألف التي بعد واو الجماعة تسمى الواو الفارقة وهي تقع بعد واو الجماعة كتبنا هذه النون هي نون النسوة وهي الضمير